ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مبينا سموه أن هذه الرعاية ساهمت أيضا بفوز الفريق بسباق 100 كم عبر الفارس عيسى جمال السندي وقال سموه دخلنا البطولة بخطة فنية مدروسة وتمكننا من السيطرة على السباق لأن الفريق فرض سيطرته على الخطة منذ البداية وبفضل تطبيق الفرسان التعليمات بأفضل صورة ونؤكد بأن هذه الخطة كانت شجاعة جدا من الفريق الملكي وتؤكد بأن الجرأة والشجاعة كانت لها كلمة الحسم في تحقيق اللقب وتوجى سموه بالمركز الأول بعد ختام السباق حيث أقيم حفل التتويج بعد ختام البطولة وتوجى عثمان العوضي بالمركز الثاني ومحمد الهاشمي بالمركز الثالث لتكون منصة التتويج حافلة بالفريق الملكي للقدرة وتتويج الفارس عيس السندي بلقب سباق 100 كيلومتر وتتويج الفارس رائد محمود بلقب سباق 160 كيلومتر هذا وشهدت مشاركة سموه الشيخ ناصر بن حمد في بطولة إسبانيا الدولية للقدرة متبعة من معالي الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى مملكة إسبانيا حيث تواجد معاليه في قرية البطولة والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد مع معالي الشيخ فواز بن محمد وتابع معاليه السباق الذي شهد مشاركة سموه وتتويجه بالمركز الأول سمو الشيخ ناصر أبدعت وكملنا إنجازاتنا من أمس إلى اليوم ألف مبروك الله يسلم الحمد لله على كل حال إنجاز كبير وكملنا الفرحة وما خيبنا ظن من حط آماله وأمنياته إن شاء الله أن نحن نتوفق فالله وفقنا والشكر والحمد له بيصورة عامة نتائجنا بمشاركة بطولة إسبانيا الله يسلم بشكل عام إحنا دخلنا اليوم الصبح نلعب لعبتنا مبلعبتهم لعبنا لعبة شجاعة تقدمنا في المراحل وكسرنا اليوم الركورد فهذا يرويك إن عقب هالسنين دي كلها ما قد سووا والسرعة اللي إحنا سويناها بسببت الجرعة اللي إحنا اتخذناها من البداية سمو الشيخ ناصر شاركت في عدة مواقع في أوروبا وإسبانيا ما الاختلاف بين المواقع اللي شاركت فيها إلى أسبانيا؟ كلها متشابهة هذه فيها فرحة كبيرة لأنه منذ ما مافزت الفوزة هذه المنافسة شرسة من مع أفضل فرسان العالم لكن يعني أنا ما أدري شو نوصف لك سعاتي والله يعني أنت يتني في وقت الحين حار ما أقدر أوصف لك لكن نحن عارفين المشاعر الله يسلمك ونبارك لك نبارك للناس كلها نبارك لسيدي جلالة الملك ونقول لك أننا موسى الله يسلمك مبروك للملك مبروك للبحرين معي الشيخ فواز بلا شك وجودكم اليوم والإنجاز اللي حقق سمو الشيخ ناصر فرحة لنا جميعا مثل ما هو أعبر طوي العمور قال لك أنا معارف شلون أعبر بس أعتقد أعصابك أهدأ بتكون أكيد طالعا مراكل لا شك أن هذا إنجاز كبير يحسب للفريق الملكي وبقيادة صاحب سمو الشيخ ناصر لا شك أن اليوم النتيجة مشرفة لكل هالبحرين فوزنا بالمراكز الأولى الثلاثة بعد منافسة شديدة طول اليوم وشفناها من الصباح أن كان الفريق الإسباني الفريق الفرنسي البنت من الأورقوي فكانت منافسة كبيرة بين الفرسان والحمد لله تواجه سمو الشيخ ناصر في النهاي بفوز الكبير لا شك أن هذا الفوز يعطي دفعة كبيرة للفرسان في مملكة البحرين للمزيد من الإنجازات إن شاء الله مسلمان إنجاز ما بعد إنجاز في إسبانيا وهذا الإنجاز الكبير الحمد لله نعم الحمد لله شكرا لكريم على هذا الإنجاز إنجاز الطيب ليس مو الشيخ ناصر بن حمد ولا فراد الفريق الملكي مثلين بل الفارس رائد والفارس أثمان والفارس الهاشمي وعبد الله فبالتالي كل المراحل اللي احنا نفزنا فيها وكل الموسابقات فزنا فيها المركز الأول فالخير علينا وهذا الرياضة يوم تكون فوق يوم تكون تحت لك نحن لما تكون عندك روح رياضية مع مثل سمو الشيخ ناصر أعتقد أنت منت بخسران هو الغائد وهو اليوم اللي هو تسيد السباغ من البداية للنهاية ويستحق الفوز والناموس له ولو عن الفرق الملك وشكرنا لكم جميعا مبروكين ثلاث مراكز أولى واسمو الشيخ ناصر حقق ريكورد اليوم الله يبارك في حياتك الحمد لله مثل ما تشفتم من المرحلة الأولى ما تشين على خطة سمو الشيخ ناصر وكنا كنا مجموعة واحدة لما بدأت الخير تكسر 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 طلعنا المرحلة خيرة طبعا الأول نطرع سمو الشيخ ناصر وأنا ومحمد الهاشمي كانت معنا الفرسة الريقوانية بس الحمد لله مشينا تكتيك سمو الشيخ ناصر بالحرف في المرحلة لما قدرنا أن نقطعها عنه ناصر خط نهاية بريحية تم استعليقك على تحقيق الفوز في أوروبا وخاصة في إسبانيا المعروفة عن المنطقة بصعوبتها ترك صعب ترك حق 120 و160 أصعب عنا أمس أيبنا الحمد لله أول ورابع اليوم أول ثاني ثالث طبعا هذا كله بفضل جلالة الملك ثم سمو الشيخ واليوم الحمد لله بيضنا الوي سوينا اللي علينا مشينا على تكتيك سمو الشيخ ناصر والحمد لله هو الفارسو الذي يعي تماما معركته ويعد لها العد والعتاد فصطر بأحرف من نور إنجازات متوالية في قيادته بكل اقتدار للفريق الملكي للقدرة إنه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي التي شكلت توجيهاته ومتابعته المستمرة العلامة الفارقة في تحقيق الفريق الملكي للقدرة القابة المتوالية والتواجد الدائم على منصات التتويج على المستويين الإقليمي والدولي فعلى الأرض الأسبانية ورغم تضاريسها توجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد بلقب بطولة أسبانيا للقدرة لمسافة 120 كم بكل جدارة واستحقاق رغم المنافسة القوية والمثيرة التي شهدتها البطولة والتي شهدت تفوقاً لرياضة القدرة البحرينية باحتلال الفريق المراكز الثلاث الأولى في السباق إضافة إلى لقبي سباق مائة ومائة وستين كيلومتراً الأمر الذي يؤكد مكانة الفروسية البحرينية في ظل الجهود البارزة التي تبذل لمواصلة الارتقاء في هذه الرياضة العريقة ويأتي هذا الإنجاز بعد ضفر فرسان الفريق الملكي للقدرة بألقاب بطولتي الأردن الدولية الأولى والثانية للعموم والناشئين التي أقمتا مؤخراً بمشاركة واسعة ما يؤكد أن الفريق يسير وفق خطة للتأهيل الجياد والفرسان الشباب للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في هولندا في سبتمبر القادم الإنجازات الكبيرة للقدرة البحرينية هي ثمرة للرعاية والدعم الذين تحظى بهما الرياضة البحرينية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالقطاع الرياضي إذ أسهم ذلك في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات لرياضة البحرينية والتواجد الدائم على منصات التتويج لتواصل بذلك مملكة البحرين مسيرتها الحافلة بالإنجازات الرياضية على الصعود كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر